نعم جزاكم الله خير الجزاء لو كلمة بسيطة يا شيخ للمسلمين للاستفادة من هذه الأيام المباركة والحث على استخدال هذه الأيام لينا ونهارا نعم نحث أنفسنا ونحث إخواننا المسلمين بأن يغتبطوا بهذا الشهر ويحمدوا الله على بلوغه وأن يسألوه أن يكمله لهم وأن يعينهم على اغتنامه وصيام أيامه وقيام لياليه واغتنام ساعاته وأوقاته في عبادة الله عز وجل فقد ورد أن رجلين كان مجتهدان في العبادة فمات أحدهما وبقي الآخر حتى أدرك شهر رمضان فصامه فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن بينهما لكما بين المشرق والمغرب لأنه صام رمضان وصلى بعده عدة صلوات وعمل أعمالا صالحة ولو كانت المدة يسيرة فالعمل الصالح له قيمة عند الله وله قدر ومكان عند الله ولو كان قليلا نعم